بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله علما ينتفع به جاكيت كروشي ياس لارج انهيته بحمد الله شرحت لكم ياه بالجزء الماضي وهلا انا عملت زينة تزينية للدائر منه بتعطيه قولبة ومنه تغيير شكل بالنسبة للشغل حتى ما يكون سادة سادة بناء على طلب بناتي منه عبدون يا يكون كتير له غرز ولا له حركات هلا بشارككم انا وياكم نشتغل الغرزة التزينية اللي اشتغلناها هي هون تفاصيلة وهلا بنشتغلها انا وياكم اخواتي هاي الغرزة عبارة عن سلسلة واحدة يعني كلها ياتها فرد سحبة عبارة عن شريط طويل انتي اهم شيء بالنسبة اليك بدك تاخدي القياس من الداير من اتجاه الفوق هيك دواير الابة لتجي للطرف الثاني بتعرفي انتي كم سانتي بدك بدك تصير لازم تصير سلسلة واحدة اذا عبارة عن سلسلة واحدة انا هلا هون بالنسبة الي طلعت معي 172 سانتي بتطلع 172 سانتي هي بتطلع اقل بتطلع اقل ولكن انا بعطيها زيادة بعرف انه انا هذا الشغل بضب الوردات بتضب على بعضها لاحظي هي هي الوردات في كل نموذج بيطلع وردة هو بنشغل على مرحلتين اول مرحلة من هون ثاني مرحلة من الطرف الثاني يعطي انتي دايما زيادة وعلك الحال اذا نعطي غرض هلا بعلمك هلا بعلمك كيف تصير الغرض بالنسبة للباترون بنات هذا الباترون هون قدامنا بنحطه هون قدامنا بنكبره شوي مشان نحسن نعرف كيف بدنا نشتغل الغرضة عبارة عن ايش اول دور بالنسبة لها بدنا نشتغل عدد وحدات عبارة عن انه 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 غرضة شوفوا بنات اول وحدة ستة شوفوا هاي ثلاثة بثلاثة ستة معاهم العمود القصير صاروا سبعة سبعة في ثلاثة وحدة وعشرين اذا نحن بدنا نشتغل هلا واحدة وعشرين غرضة هاي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اداش اتناش تلتاش اربطاش خمستاش ستعاش سبتاش ثمنتاش تستعاش عشرين 21 عظيم هاي 21 غرضة أول غرضة شو بنعمل عمود قصير بسميه عمود قصير انتو قولوا هادة غرضة حشو يلا بتقولي واحدة تنتين وهي الثالثة واحدة تنتين وهي الثالثة بتدخلي قلب الثالثة ثالث غرزة واحد اثنين وهي الثالثة نسخلهم بهاي الغرزة يلا هلا بنا نعمل اللفة عفواً هاي الثالثة بنا نعمل ست مرات عمود بلفة خمس مرات واحدة تنتين تنتين ثلاثة أربعة اي خمسة يلا خمسة ها انت بدك تساوي تاخدي اياس داير مادور الجاكيت او داير الفصان او داير اي شيء بدك تشتغليله تاخدي داير مادوره بالسانتيو بتشتغلي سلسلة ابدا ادى تماما وزيدي زيدي اذا صار زيادة افضت هلا بدنا الثالثة واحدة تنتين وهي الثالثة بنعمل لفيا غرزة حشو تمام يلا بنعمل لفة واحدة تنتين وهي الثالثة نحن هلا هون بدى يطلع معانا ثلاثة وردات واحد وهي الثانين ندخل مكان نفس المكان وهي الثانين وهي الثالثة ثلاثة اذا كان صوفك تخين يعني شوي وسط انا وسط وعلى النمرة اربعة ترى احلى 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 من الناعم الا اذا كان انتي ماشتك كتير ناعمة صوفك ناعمة هديك سعب تختاري الخيط الرفيع انا هون بدى يها شوي تتخين ليش عطا اولبة للجاكيت لانه الجاكيت مالو زرار هاي خمسة خلصنا هلا واحدة تنتين وهي الثالثة بتعملي غرزة تحشو يلا بترجع بتعدي واحد هاي اخدناها ناخد واحد اثنين وهي الثالثة هاي ثلاثة انا اظنقتلك تركي غرزة زيادة معلش اذا تركتي غرزة زيادة بتفكيهم بتدخليهم بقلب الشغل بالابرة احسن ما ينقصك هاي واحدة وهي تنتين وهي ثلاثة اربعة خمسة هاي خمسة يلا هلا بدنا نعد واحد اثنين وهي ثلاثة ناخد عمود قصير زاد معانا معلي خلي زيد افضل ما ينقصنا نحنا بدنا نساوي ثلاثة وحدات شايف شلون صار معانا صار معانا القسم الاولاني من الباترون هو هذا الفؤاني ها شوفوه هذا الفؤاني صار معانا هلا اول قسم من الباترون هلا بدنا نساوي القسم الثاني شو بنعمل من لف الشغل ساوي السلسال واحد لفي شغلك واشتغلي هون عمود نصف اي بالاحرع حشو غرزة حشو تمام عند اللفي ساوينا غرزة منزلقة هلا اشتغلي بتدخلي محل ما دخلتي هون بالغرزة نفسها بالغرزة نفسها مننشتغل خمس عواني دي ربعك لكي وشدي ايدك شان هي ما ترغي كثير هي واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة هاي خمسة عظيم هاي خمسة يلا هلا مو في عمود هون في عنا نصف عمود او غرزة حشو ندخل نفسها منساوي غرزة حشو هاي تشكلت معانا اول منظر من الوردات يلا هلا ارجعي لفي بدون سنسال ارجعي لفي بتاك تشتغلي كمان خمسة هاي خمسة واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اربعة هاي خمسة تمام يلا كمان هلا هون فوق هادا غرزة الحشو بنعمل غرزة حشو شايفيه كيف صلعوا ما احلا هون واردعت وقت بيكون خشنات بتيجي انتي وقت بدك تخيطيهم بتحطيهم على القطعة بتطلع كتير القطعة مؤولبة ومرتبة يعني حبيت اعمل حركة بتذكري بالفيديو قلتلك انا حبي اعمله حركة للجاكيت هاي واحدة وهي اثنين ثلاثة اربعة خمسة عظيم يلا هون نعمل اخر شي محل ما سوينا هون غرزة الحشو بنعمل كمان هون غرزة حشو محل اول وحدة وهي غرزة حشو ها تمام هاي صار معانا ثلاثة جينا نحنا قسنا هون قمنا لقينا طلعة ناقصنا وردات كمان شو بنعمل مو مشكلة يلا ها نعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هاي بدنا مثلا نحنا ستة بدنا بس وردة وحدة ناقصنا عملي هيك اتفقنا رجعي عملي هاي السابعة حطيها هون تخلي هلا ساوي عمود صغير هذا غرزة حشو يلا بدنا ستة هاي واحد اثنين ثلاثة هلا بتشتغلي خمسة هاي واحد ثلاثة وهي اثنين وهي ثلاثة اربعة هاي خمسة شغلطة بسيطة بترجعي بتشوفي كم واحدة بديك بتعدي كم وردة بديك بتحطي بترجعي هون عملتي هلا هون خمسة تمام هلا بدك تعملي عمود قصير هون ها هذا يعني غرزة حشو هاي غرزة الحشو نقلب الشغل يلا لبنا الشغل مشان ما يختلف معنا بنرجع بنعمل كمان عمود قصير بنعمل بس سنسال مشان ما يختلف معنا لفي الشغل ها يلا هلا عملي اللفة والثابع يشغلك بدك ضعبي فوقا والقسم الثاني من البترون واحد اثنين ثلاثة اربعة اي خمسة خلصت القصة عفكرة بتحسني بتساوي منها زي النار تساوي منها زينة للفتاتين للكنزات للجاكتات الجاهزة شو بدك بصير شوفي هلا انت هون محل مع هذا اشتغلت زيادة ببين بتحبي بالخياطة بتروحيها هيك بالخياطة هاي هي غرزة تزيينية جميلة جدا باترونة من اسهل الباترونات بالنسبة للشغل وهذا هو الجاكت انا قلتلكون عليه جاكت اياس لارج ساويت له هالقصبة انا هاي ساويت له يا هاد داير معدور خيطة بالنسبة للأبيض خيطته بالأبيض وبالنسبة للأزرق خيطته بالأزرق مشان ما يبين اللون ومتما قلتلك انا اشتغلت 172 سانتي مشان ما ينقصني ولا وردة ورغم ذلك نقصني وردتين انهيتهم بالنهاية والحمد لله هذا الجاكت خلاص بتأمل ان شاء الله يكون عجبكم ولا تنسوا نعمل لايك وشير واشتراك واهلا وسهلا فيكم الجاكت طوله لعند حفرة الأبيض 42 سانتي منطلع حردة الأبيض 23 سانتي بالنسبة للأكمام اشتغلناهم لحالهم وانا قلتلكم وازنت بين الألوان لحتى يطلع معي العدد مضبوط اخذ سبع شلل من وزن 75 اخذ سبع شلل على التمام ولا زاد معي ولا نقطة حتى اضطريت اني ساويت الزينة بغير لون او بالأحرى لون كتير قريب عليه ولكن بيعطي على مهير تغير شكل وبالنسبة للزينة مت ما يكون شايفينها عبارة عن وردات متصلة بتشتغليها سلسلة واحدة داير ما دور وبالنسبة للغرزة اللي هلا اشتغلتلكم ياها انا وياكن اخذنا الباترون تبعيتها واشتغلناها بنحط داير ما دور الجاكت وبتعطيه قولبة ومشان اذا بدك تحطي هون بين الطرفين بدك تحطي كليبس بدك تحطي شكلة بكلة شغلة بتتخبه ورا الوردات بس امان ان شاء الله يكون تمام معاكن وبتلاقوا كل التفاصيل في الفيديو السابق بحطلك الانك تحت صندوق الوصف وبتاخدوا التفاصيل كلها على صفحة اي كي لاشغال اليدوية